ابن الله هو حياة الله هو نفس الحياة فيه كانت الحياة هو حياة الله الخارجة من عند الله عشان لما تبقي جوه الإنسان عشان لما يقتبلها الإنسان عشان لما تسري في الإنسان يحيى به الله أرسل حياته الإبن هو حياة الله الآب أعطانا ابنه لكي نحيا به إن غاية الحياة المسيحية هي أن يدخل الإبن فيه كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان إبن دخل جواه نوره من جوا حل فيه سكن فيه دخل جوا كيانه نور عقله نور عينه نور قلبه نور روحه نور أحلامه نور أحاسيته نور مشاعره نور إمتعاناته اللي كانت مظلمة كان عقله مظلم إذ هم مظلمون فكر ومتجنمون عن الحياة التي في الله راية الإيمان بالمسيح هي كمول النور كمول الحياة الخارجة من عند الله اللي هو الإيمان بصد جواك جوا نفسك جوا عقلك جوا آيبك جوا نفسك فيه الفرح ولا فيه كآبة لو كان جوا نفسك فيه كآبة ده جواك الموت وهي ده الموت وهو ده موت النفس بصد جوا عقلك لو كان عقلك فيه أفكار التعاثة أفكار الظلمة أفكار الخوف أفكار الألأ جواك الموت هسهلها تفتكر الحياة بتاعت الله فيها فرح ولا فيها تقامة فيها غعب وفزع واضطراب ولا فيها سلام وأمان تبقى حياة الله فرح وبر وسلام ولا خوف وقلق واتقام الله بيحبك وبيسعل للبشر ليشفيك ومشفيك ورش يفت قيودك وبيحرم القيود نعم يغير تعستك الله وبيخش دوك هاني نعم يسدد احتياجاتك يعني قصة الخمس خفزات والشباكتين دي مش قصة تاريخية هل يمكن أن تحدث معجزات في احتياجاتك اليومية؟ نعم مسيح الحي الإله الحي الاختبار الحي للإله الحي كان يقول يسمع خيراً ويشفي المتثلط عليهم من الجيد لقد المسيح حي وهو حي إذا أبد أبدين فهو أمس واليوم إلى الأبد يبقى لازم يكون النهاردة ويشفي العينين ويطهر البرس ويحرم خطاة ويحل المشاكل ويبارك الخبزات بيخليها آلاف الخبزات ويسدد الاحتياجات المادية والاحتياجات الجسادية تبدأني اللي بيعرى الإنجيل ببساطة حيلاقي النتيلة دي أنه إعلان محبة الله العملية الفعلية أنه إذن الله لأنه أعلم محبة الله وعمل أعمال الله عشان لما أجي في آخر الإنجيل ولقى الصفحات الأخيرة بتقول لي أنه مات من أجل خطيائي أفهم يعني إيه مات من أجل خطيائي لأن اللي حمل أمراضي وحمل أوجاعي وحمل أحزاني يبقى كمال في الكلام أنه حمل خطيائي بقت شهلة أول كده إتواجه مع أعمال الله اللي الإنجيل يقدم وكده إتواجه أنت فين من كل ده وده بيحصل في حياتك ولا لا وما بيحصلش في حياتك ليه مدئة صارع مع الله جيله فرصة يدخل ويصنع الحياة أنا أريد أن أختم الكلام بالعبارة اللي قالها الرب الذي عنده وصيائي ويحفظها فهو الذي يحبني الوصية مصباح والشريعة نور الوصية يا جماعة بتقول أنت بتحبه ولا لا الوصية هي العلامة بهذا يعرف الجميع أنكم سلاميدي إن كان لكم حب بعضكم لبعض إن حفظتم وصيائي تثبتون في محبك أثبتوا في محبك نستطيع جميعنا يا حباي أن نفكت من رباطات خطيائة وأن نشفى من ضعفاتنا أن نفكت من صيود إبليم وأن نشفى أيضا من أمراضك ومن أوجاعك ومن أحزانك لأن ابن الله النور الحقيقي الخارج من مصدر النور أتى إلينا هو حاضر في وسطنا الآن وبيعمل وحيعمل أعماله في وسطنا الآن إذا أردت أن تساعد في استمرار هذه الخدمة ممكنك أن تدعمنا عن طريق إرسال شيك على صندوق بريد 122 المقطم أو التبرع عبر الإنترنت من خلال الروابط أسفل الفيديو